ومسا سريع كده بس مسا سريع النهاردة اعتقد اعتقد ده رقم قياسي مش متأكد منه انه شريف اكرامي النهاردة دخل فيه 3 جوان في 6 دقائق جون في الدقيقة حاجة واربعين من الشوط الاول وجون في الدقيقة بلاس 45 برضه في الشوط الاول وجون في اول دقتين في الشوط التاني فالفرق بينهم كده لو جمعناهم هتلاقيها في الدقيقة مثلا 49 والدقيقة 46 والدقيقة 49 ففي 6 دقائق دخل فيه 3 جوان مش عارف ده رقم قياسي ولا في حد سبقه في انه شبكته استقبلت اهداف اكبر في 6 دقائق هتأكد بس مرضو يعني مستمر شريف في تحقيق الارقام القياسية بسم الله من شاء الله لكن في كل الاحوال يعني انت حرين انت حرين كل واحد بيختار ويتحمل نتيجة الاختيار طيب تعالوا نشوف الفرق بقى يا شفت انا بكلمكم فيه انت مغلوب من mp32 وموقعك السادس وعندك مشاكل وبتاع وتعالوا نروح بقى ليه اللي انتو سبتوهم يا رمضان وشريف ويا فتحي اللي انتو سبتوهم النهاردة بيستعدوا عشان يلعبوا بكرة في كاس العالم للاندية بيلعبوا فين في كاس العالم للاندية كبار العالم كبار اندية العالم من جمعها دلوقتي في الدوحة علشان تلعب كاس العالم للاندية لان كل فريق من الفرق دي هو بطل قارتو كورة في قارتو السنة اللي فات اهلي وبيرن ميونيخ والدحيل القطري مصدحيل القطري مش عشان بطل اسيا عشان هو مستضيف ومنظم البطولة والسان الكوري وده بطل اسيا السنادي وبالميرس البرازيلي وده بطل امريكا الجنوبية بالاضافة الى البطلين بقى بتوع الحتتين اللي احنا نايمة منبقاش فاهمين قوي بقى الكونكا كاف وامريكا الشمالية والحاجات دي وفيه واحد تايجر المكسيك يباين وفيه فرقة كمان مش فاهمها المهم يعني ست فرقة هم قوام كاس العالم للاندية اللي هتبدأ فعالياتها من بكرة مباراة نارية نارية بكرة الساعة سبعة ونص مساء بتوقيت القاهرة وبالمناسبة هتتنقل على قنوات بي ان المفتوحة قنوات بي ان قررت ان مباراة الاهلي والدحيل نظرا لي انها ما بين اتنين عرب والحساسية بتاعت الفرقتين ومبتاع قرروا ان المباراة تتنقل على قناة بي ان المفتوحة فبالتالي مش محتاج حضرك ديكودر اوز يعني مش محتاج حضرك اشتراك مش محتاج تنزل على القهوة لو قاعد في البيت وعندك ديكودر نتفرج عليها على قناة بي ان المفتوحة معادها الساعة سبعة ونص مساء بتوقيت القاهرة تمانية ونص مساء بتوقيت مكة المكرمة زي ما بيقولوا في قناة بي ان الرياضية مباراة في غاية السخونة الاهلي عد العدة موسماني النهاردة قال احنا مش جايين نزهة ومش جايين نهزر ومش جايين مطش ونروح احنا جايين نثبت للعالم ان احنا ابطال افريقيا وواحد من اكبر اندية الكرة في العالم ونادي الدحيل كمان بيقول ان احنا مقبلين على مباراة مهمة مع بطل افريقيا ونريد ان نثبت انفسنا مباراة قوية جدا انا مش عايز اتكلم عنها كتير لان انا بصراحة عصابي من دلوقتي متوترة لكن ان شاء الله خير والاهلي عودنا دايما انه صانع البهجة صانع السعادة وتاجر الفرح عند كل المصريين تقرير عن الاهلي في هذه الدورة وتاريخ مشاركات الاهلي في كأس العالم للاندية هذه هي المرة السادسة الله اكبر اللي يشارك فيها الاهلي مع كبار العالم